الحقيقة أنه دايماً الطب وعلوم الطب دائماً في تطور مستمر وفي تحديث مستمر اللي بيخلينا نبعد عن العمليات الجراحية اللي بشكلها التقليدي أبعد وأبعد يعني مثلاً لما بيحصل دلوقتي انزلاق غضروفي لقدر الله أو التهافي المفاصل في تقنية متطورة اسمها التردد الحراري اللي بيتم من خلالها الدكتور تحديد مكان الألم بدقة في جسم البني آدم وإرسال الذبذبات المباشرة لها بشكل مناسب جداً لأنها لها أنواع كتير واستخدامات كتير وبتعتبر من تقنيات الأشعة التدخلية المتطورة تردد الحراري تعالوا نعرف عنه أكتر استخداماته وأنواعه مع دكتور عمر سعيد استشاري ومدرس علاج الألام التدخلي ودكتوراه علاج ألام العمود الفقري والمفاصل بدون جراح أهلاً بيك دكتور عمر أهلاً وسهلاً زي حضرتك أهلاً وسهلاً يا فن يعني يمكن وإحنا أوف إير قلت لي أنها تقنية متطورة عن تقنية أو تقنية الريديو فريكونسي اللي كانت مستخدمة قبل ذلك كلمنا أكتر عنها ونعرف وصت لحد فين دلوقتي تقنية التردد الحراري هي وسيلة علاجية كانت بيستخدم في الطب من زمان لي مثلاً في الأمراض الكنسر أو الأمراض السرطانية بنعمل بيها كي للبقرة اللي هي مثلاً البقرة السرطانية لمرضى الكبت فدي كانت بتستخدم تقنية الريديو فريكونسي بترددات معينة فتعمل حرارة فيعمل حرارة هو إيه أصلاً تقنية التردد ديت هي عبارة عن موجات راديو هو جهاز بيطلع موجات راديو موجات الراديو ديت بتدي طاقة للأنسجة اللي جواها فتحفزها فتدي درجة حرارة في استخداماتها قديمة درجة الحرارة دي ممكن توصل معايا إلى تسعين ممكن أوصل معايا إلى مية وتمانين درجة فعمل كي لكن المستخدم عندنا في علاج الألم أنواع تانية خالص أنا عايز أقول لحيك إن إحنا كلمة تردد الحرارة ديت موجودة أو راديو فريكونسي في الطب مثلاً بقالنا مثلاً من سنة حاجة وتمانين بنستخدمها أجهزة العلاج في بعض أجهزة العلاج الطبيعي بتستخدم موجات الراديو لتفتيت الدهون اللي نستخدمها في تخصيص مثلاً دي برضو لها موجات تانية يعني ترددات تانية هي الفكرة الترددات ديت لما بديها للأنسجة بتكسبها طاقة الطاقة ديت بتأقدر إن هي تزيب الدهون أو تزيب المكان نفسه تعمل تزود الأستيسي بتاعة الأنسجة تزيب الألم يعني؟ لا إحنا كده ما تكلمش عن الألم حصل تطور تطور مع الوقت بداية من الألفنات بدأ إن إحنا نشوف بتستخدام نفس التقنية العلاجية ديت في المخ الأعصاب إن إحنا نطلع المواد العلاجية أو المسكنات الطبيعية من العصب يعني إيه حاجة إحنا ممكن أدخل عصب مصاب العصب ده في حاجة اسمها دايرة ألم زي ما قلت حاجة قبل كده إحنا بنعم العي العصب حصل فيه ألم بينقل الإشارة بتاعة الألم ديت بتمشي فيه مصار المصار ده اسمه مصار العصب نفسه العصب ده بيبقى ماشي يعني مثلاً واعدين يروح على النخاء الشوكي بعد كده يطلع على المخ يتخزن فيه أماكن معينة ده المصار الإحساس إطلاقه الطبيعي الإحساس طبعاً أنواع لما بيبقى الألم إحساس أنكشس يعني حاجة مؤلئة فبالتالي أحاجة بتعمل لي إطراب مش الطبيعي إن جسمنا يبقى دايماً في حالة الإطراب فبيكون الجسم بيعمل حالة دفاعية يعني إيه الأعصاب مثلاً عيان وإحنا طبيعيين كده لو تشكينا بنبعد إدينا عن مكان تعرضنا الحرار نبعد إدينا عن مكان ده حاجة ريفليكسي بتدي بعد كده المخ يترجم دوت إن حصل هنا إصابة ما فابعد عن المكان ده يجي بقى عندنا الألم المزمن لها حاجة اسمها ألم حاد وفيه ألم مزمن ألم الحاد ده علاجه بيبقى حاجات بسيطة ممكن استخدم راحة وعلاج ومضادات الالتهاب فأخذ النتيجة العلاجية الألم المزمن اللي هو في ألم استمر أكتر من شهرين أصبح العصب ده تينقل إشارات على طول بين الإشارات ألم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فينا 15% من مستقبلات الألم هي لشغالة بتتبادل مع بعضيها سبحان الله ما ينفعش إن عيان أو الإنسان يستحمل أكتر من 15% في بعض الناس عندهم مثلا تأثيرهم الشخصية أو تعليمهم أو ثقافتهم يأثر على استقباله للألم فيبقى عنده مثلا مستقبلات الألم أقل يقول ده شخص حمود شوية شخص ده ممكن يستحمل الألم يبقى ممكن ما فيه مصيبة مثلا هو مش حاسب الألم فيبقى عنده مستقبلات عددها أقل كل ما ينتعرض للألم لفترات طويلة يبتدي الإشارات دي تتخزن ببصمات بصمة للألم على الأعصاب على جزر العصب ولغاية ما توصل إلى مراكز المخ أو مراكز تخزين الألم فيه طيب كان زمان إحنا أنزام حيك عارفة هنتخصص على أجل الألم تخصص يمكن يعتبر هو من التمانينات لكن التطور الرهيب اللي حصل بقى في الفترة اللي فاتت باختراع أجهزة زي أجهزة الترادد الحراري خلانا حلينا مشاكل كتير قوي مشاكل زي مثلا مشاكل ما كانش ليها حل جراحة أو عيام مفعش يم الجراحة فقدرنا نحلها بالتقنيات دي أنا باختصار راديو فريكونسي دوت هو أقدر أطلع بيه المسكن الطبيعي من الجسم يعني إيه؟ يعني جوانا فيه مسكنات طبيعية أنا باستخدام تقنية الترادد الحراري دوت أو راديو فريكونسي أو بلسة راديو فريكونسي أقدر أطلع المسكن الطبيعي دوت أو أشيل أمسح مستقبلات الألم الموجودة أمسح بصمة الألم اللي اتكونت عشان كده دايما بنصح المريض إنه هو إحنا ما بنعمل الترادد ده بنصحه إنه هو يصبر النتيجة بتباني إيه؟ نتيجة تحور على مستوى الألم نتيجة كيميائية هو قديد طاقة لجزر عصب عشان يطلع للمسكن الطبيعي وهو باستنى عليه إنه هو مثلا بياخد فترة بياخد معي حوالي ممكن ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع علشان تبقى نتيجته باني عشان يحفزه عشان آه يقول حقيقة بيغير بروتينات الألم المكونة عايز أقول له حقيقة يمكن أنا كنت في قريب في المجر وكان فيه جديدة نستخدام راديو فريكونسي لتقوية الجهاز المناعي دي بقى جديدة خلص وتقنية برضو بنفس الإبر اللي احنا بنستخدمها بيحطها بطريقة معينة علشان أعالي أقوي جهاز المناعي بتاع الفرد دوت لو عنده أمراض مثلا معينة أحسن بها الجهاز المناعي شو حاجة تطور وكل يوم فيه جديد كل يوم فيه حاجة جديدة موسيقى موسيقى موسيقى